السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول سائر ما هو أفضل الدعاء عند المطر يستحب عند نزول المطر كما صح في حديث أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمطرنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن ثيابه صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله لما فعلت ذلك قال إنه حديث عهد بربه إنه مثلا كان بيشمر هدومه وكان مثلا يجعل هذا الماء ماء المطر يمس جلده صلى الله عليه وسلم مش إننا مثلا دلوقتي واحد بيحاول اتقي ماء المطر بقدر مستطل لا السندة والأفضل إن هذا المطر حديث عهد بربه لسه نازم عند ربنا سبحانه وتعالى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا أو صيبا نافعا هذه من السنة أيضا التي ينبغي أو يجوز أو يستحب للإنسان أن يقولها أثناء نزول المطر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر قال صلى الله عليه وسلم مطرنا برحمة الله ومطرنا بفضل الله ومطرنا برزق الله مطرنا بفضل الله وبرزق الله وبرحمة الله مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله دعاء ليستحب عند نزول المطر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة عند اقتراب الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل فيقول من صعق الليلة فيقال صعق فلان وفلان وهذا ما نراه الآن برضو الرعد والبرء وهذه الأشياء من الصواعق ومثلا برضو بتكثر فيها الهلكة كثير من الناس مثلا ممكن يحط إيده على عمود الكهرباء يموت كما نرى ذلك وهذا أمر ملحوم فيستحب لإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن هذه الأشياء وكذلك يستحب كما ورد في الحديث وإن كان الحديث فيه كلام يستحب أن يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من ذلك يستحب أن يقال ذلك الكلام فهذه الأشياء يعني يستحب الإنسان قدر المستطاع أن يفعلها أثناء نزول الغيث أو المطر وهذا المطر رحمة من الله عز وجل هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم عند نزول المطر قال رحمة هكذا يستحب الإنسان أن يقول وكذلك أخبر النبي عليه وسلم أن من مواطن إجابة الدعاء عند نزول المطر والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر